فيه بس حاجة على الهامش بقى هي في المباراة دي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بس على الهامش شوية وركز معايا فيها راجل تنهاج المدير الفني ليه مانشستر يونايتد اللي عامل موسم خرافي مع مانشستر يونايتد موسم رائع قبل طبعا كارثة اليوم بالسبعية أمام ليفربول موسم رائع أقصى ليفربول من الدوري الأوروبي فاز بكأس الرابطة الإنجليزية كان قبل المباراة دي كان قريم من المنافسة على لقب البريميا حتى لو بعيدت شوية بسيطة من أرسنال ويه مانشستر سيتي ماشي بشكل كويس في كأس الاتحال الإنجليز كل حاجة ماشي بشكل رائع جدا في مانشستر يونايتد مع تنهاج والكلام أن تنهاج هيعيد أمجاد مانشستر يونايتد برضو باستثناء كارثة اليوم فهو مدرب كبير ورائع اسمع وتأمل أنا كنت بتفرج عليها مباشر والله في لحظتها ما قلتهاش سمعتها بوداني وعرف أنت اللي هو إيه سمعت فيوداني المناسل لطيف يعني عايز يساهل على تنهاج خارج منه المباراة شايل سبعة فعايز ساهل على تنهاج شوية قال له بس انتو كان عندكو الفترة اللي فاتت دي ضغط مباريات كسر الاتحاد وكسر الربطة والدور الأوروبي بعد كده في مباراة مهمة في الدولة الانجيزة أمام ليفربول فانا قلت ايه تنهاج هيمسك في دي وقال له ايوة هو كده بالضبط احنا خسرنا سبعة عشان الضغط والإرهاق انت الحقيقتين يا ابني والله رحتين هاج قال له لأ طبعا ما فيش الإرهاق ما كانش مقصة عيانه النهاردة ما كانش فيه ضغط ولا حاجة وانه اللعيبة النهاردة كان فيه مشكلة في الأمور الزهنية والتركيز في الملعب وكان فيه أخطاء من اللعبين وهو ده اللي خلينا النهاردة نخسر المباراة بجد بجد والله يعني هو فيه حد ممكن يخسر سبعة وما يقولش أصل فيه حكم وأصل فيه اتحاد وأصل فيه ضغط مباراة هو فيه حدك بيعمل كده جماعة بتخسر سبعة انتوا فاهمين العقلية رايحة لفين انت عارف احنا اللي عندنا بيخسر بجول بيعمل ايه اللي بيخسر بجول مش بسبعة بيعمل ايه كل العالم يتأمر وكل العالم سيء عشان خسر بهدف ده خسر سبعة وما طلعش قال مبررات مبررات هاوية برا فريقه ايه نعم هو حمل اللاعبين وبعت شوية عن المساوية دي اخدها عليه شوية عشان هو النهاردة كان له أخطاء بس اتكلم على فريقه ما اتكلمش عن ظروف خارجية احسبها بقى زي ما تحسبها احسبها زي ما تحسبها عشان كل مرة وانا بقف هنا بقول انه الفريق الكبير الفريق الكبير لا يتحدث عن الضغط ده قدرك يعني من شوية النهاردة ده بيلعب فين بيلعب في الاوروبا ليج وبيلعب في كاس الاتحاد ولسه مخلص كاس رابطة الاندية وبيلعب فيه الدوري اربع بطولات تحديدا كل تلات يام مطش فعليا يعني ولا هوا ولا نفس الكسة بقى من شوية سرسيدي نفس الكسة الريال مدين نفس الكسة برشلونة انت فريق كبير فريق كبير ما بتكلمش عن ظروف خارجية يتحدث عن أخطائه من شوية نايتد اللي عمل أداء رائع جدا طول الموسم النهاردة عمل أداء كارسي كارسي ما اقل لكش بقى ايه اصي الناس بتحبيني فأكيد انا ما بغلطش فيبقى فيه حاجات خارجية لا هو فريق اللي كان مش كويس النهاردة وخسرنا المباراة بسبع أهداف خلص سهلة بالمناسبة بقى دي كسة تانية خالص تفتكر وقعد برضو اسرح بخيالك شوية لو فريق كبير في مصر خسر من فريق كبير في مصر أهلي أو زمالك يعني أيهما يعني التاني اللي يكسب التاني عشان هما دول أكبر فريقين خلا الهوى مباراة بظروفها وخلصت بس شوف الدنيا سهلة ازاي دروس يعني بحي دروس تستفيد منها